رخب اتنين بدأ اردوغان يشعر ان المظاهرات هتزيد ضده فبدأ يعمل زي حرس ثوري يقمع الناس عمل حاجة اسمه حراس القرى ويتجسس ويه ده حراس القرى دول استاذ اهاب مفيش اتنين في قرية يقدر يعودوا مع بعض يعملوا عنهم تقرير ويبعثوا للهناك للامن ويتم اتقبض عليهم ويزجوا بهم في السجن هل متوقع حضرتك تغيير في خريطة السياسة التركية؟ انا اعتقد عملوا استفتاء من حوالي 3 او 4 ايام شبكة استطلاع رأي امريكية سألت الناس لو اجرت انتخابات الرئاسية اليوم من تختاروا اردوغان ام 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 اغلو 70% اختاروا ام ام اغلو النهاردة في بعض الاحزاب في المعارضة زي حزب المستقبل اللي عمله داود اغلو وهو كان رئيس وزراء اردوغان في السابق بيطلبوا باجراء انتخابات مبكرة لو اجرت هذه انتخابات مبكرة الانتخابات معادها امتى لو مش مبكرة؟ المعادة الطبيعي 23 لكن لو هم طرحين فكرة اجراء انتخابات مبكرة 20-21 لو قدر يضغطوا ويوصلوا انتخابات مبكرة انا على ثقة ان الشعب التركي يعني سأم اردوغان طب في عنصر مهم في الموضوع امريكا اكيد يعني اللعبة اللي عملوها له لما قعد يلف بالطيارة وقالوله دا فيه بيش عارف ايه يعني اولا الولايات المتحدة الامريكية دايما عندها نظرية سوزهاب تسمى الاحتواء المزدوج بتعمل ايه؟ فأي دولة هي بتنصق مع اللي موجودين في السلطة واللي موجودين في المعارضة فاللي موجودين في السلطة بتقسب امتى اديه واضغط اديه على بتضغط على الاتنين وفي حالة اللي في السلطة ميشي هيجيلي في المعارضة هي قريدي لا وفي حالة لو خربت وده حاجة كويسة نديل دا سلاح ونديل دا سلاح والعملات يمشي وبتشتغل معها دا في الشرق الاوسط بشكل كبير جدا وهم ما وصلوا للسياسة دي من سنة 79 ليه؟ لأن في سنة 79 قام ما يسمى بالثورة الخمينية والثورة في ايران في الوقت دا تم احتجاز الرهائن الامريكيين في السفارة الامريكية لمدة 444 يوم لم يجد الرئيس الامريكي كارتر وقتها من يحدثه في ايران